طبعاً مثل ما قلت لكم يا جماعة الخير أنا هنا من لجنة مراقبة الانتخابات البلدية وبإذن الله مع بعض راح نحافظ على مصداقية الانتخابات البلدية ونلتزم بجميع معايير النزاهة والمصداقية سواء كان في العملية الانتخابية أو في فرز النتائج أستضر الحب بالله شو اللي تشوونا بالضبط في المجلس البلدي على هالجمعة دي كلها حيننا في المجلس البلدي نقوم بالتنسيق والتنظيم وفق خطط تنظيمية مصدقة طريق واشتار عليه لا أخوي هذا مو من مسؤولياتنا هذا من مسؤوليات وزارة النقل لكن حننا ريب أخوي أنت تذكر فطون غرشة تجاري ولا لا لا أستاذ هذه من مسؤوليات وزارة التجارة حننا يعني اللي نقدر أرا أحفظكم ليش ما تكلمون عن سياساتي راح هي يا شيخ ليش ما تكلمون عنها يا أخوان هذه الأمور تابعة للوزارة الخارجية ما لا دخل في المجلس البلدي لا كذا أنا بالضبط وشو يعني ماذا حننا اللي نقدر نسوي يا أداء معكم من الحفر وحدايج وبيارات باب حظومه بس خلوه أوكي نحن فعلا يعني هذه أحد مسؤوليات من الحدائج وحفر وبيارات بس تلاش تسوي شاك ثاني يعني يا أخوان تفضلي يا خالب تتقولي أنت حدايج ورصفة وشوارع من الحارات؟ اي نعم يا خالب والله أنا ودي أترشح شغلي كلها الدبلكسار بالعكس الفقر شغلة ضيت فيه النيوات فالنيواتف والله وانو أنا أترشح فيه باش قربت نهاية 2015 وزي كل سنة مجلة تايم اختارت شخصية العام وفازت فيها هذه السنة أنجلا ميركل لا مو بذلك اي أنجلا ميركل اللي هي المستشارة الألمانية وكانت أول امرأة تتصدر غلاف مجلة تايم من تاريخ إنشاء المجلة الصراحة أنا ما استغرب بغض النظر أن أم لودفيك تستاهل لكن المنافسة كانت بينها وبين أبو بكر البغدادي والمرشح الرئاسي دونالد ترمب صاحب تعليقات المسيئة للمسلمين يعني لست مفلمين من الآخر أكيد هي بتفوز يعني كأنك تجيب لي البزر لمتسلط الدب رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون وبساطور وسلوى المطيري أكيد بتفوز سلوى المطيري يعني رأس ما لها ميوت وترتاح المشكلة من ضمن المرشحين أحصان حتى مو بشر يعني مجلة جاي بالعيد من الآخر فقررنا إحنا في البرنامج أن ننسوي الاستخاصة فينا بالشخصيات التي أثرت فينا في 2015 سار إبراهيم طبعا سار إبراهيم شخصية خرافية ألفوها بعض الناس على أساس أنها بنت مريضة بالسرطان واسرقوا صور البنت أمريكية مريضة بالسرطان ولا مو بس اسرقوا صور اسرقوا فلوس العالم لا وبعضهم اعتمر عنها بعد إن شاء الله يعني ما أعرف مو كافي مكاين السنجر ما تبنى حنا جحفلي اللاعب محمد جحفلي اللي أنا أعتبره الصراحة أبرز لاعب كرة قدم في 2015 من كثب الرجال مؤثر اسمه ما عاد هو اسم اسمه صار فعل زيه زي جوجل حنا نقوقل الأشياء اللي ما نعرفها ونجحفل العالم طبعا أبرز جحفله في 2015 كان من حساب السعودية الإخبارية حساب السعودية الإخبارية أعلن إنشاء صالة سينما لأول مرة في السعودية رسمية طبعا أنا أتحمس لكن تداركت نفسي بسرعة بعد ما نزل إعلان من السعودية الإخبارية ينفي الإعلان اللي من السعودية الإخبارية يعني كنت أتمنى أن ينزل إعلان من السعودية الإخبارية ينفي الإعلان من السعودية الإخبارية ينفي الإعلان من السعودية الإخبارية ينفي الإعلان من السعودية الإخبارية ماشي ومن قوة ملاعب محمد جحفلي مؤثر أثر حتى على التعليم في مدرس بكامل قواه العقلية ترك دواماً في مدرسة وراح المدرسة يزورها محمد السهلاوي توقعون ليش؟ ومن قوة التأثير وصل لأمريكا صاروا الأمريكان يجحفلون بعض شوفوا ما حدث في مسابقة ملك الجمال العالم طبعاً ملك الجمال كولومبيا المسكينة عيد تفسخ التاج لأنها كانت تستنى نفي من السعودية الإخبارية مخترع كأس الرقية الشرعية كأس الرقية الشرعية هو عبارة عن اختراع كانوا يبيعونه في معرض الكتاب في جدة سعره بين 15 و 30 ريال في شريحة إلكترونية مسجل فيها الرقية الشرعية وعلاج السحر والعين وبصوت جميع المشايخ لا وفي زر للعين وزر للسحر لا ومو بس كذا طلع الكأس فيها سماعة خارجية عشان أنت تسمع القراءة أو سماعة داخلية عشان الموية تسمع القراءة بحسب صحيفة مكة الرجال مخترع الكأس الإلكترونية حقاً الرقي الشرعية طلع فنان تشكيلي وجلس يتعلم فن المجسمات في الصين 17 سنة يعني الرجال 17 سنة وبعدها قال لك لم تزبط معنا بعدها قرر يصير كاتب قال لك حليمو بولند وفي حان ما مبحث عن مني وكتب سبع مؤلفات بس برضو بعدها قال لك لم تزبط معنا وفي الأخير قرر يسوي لك هذه الكاسة اللي هي made in china قال لك سار إبراهيم ومكاين سنجر ما هم أحسن مني عدليت بعض الفنانين تشكيلي متعلمين منه بدأ الوجع الرأس عادي 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 أنا شفت هذاك اللي في معرض الكتاب اختراع المنتج اللي هو كاس مقري عليه في كم تطور المنتج كل ما تحتاج إليه هو شترطون وسماعة تحط السماعة عند المصورة الأساسية اللي توزع كل الماء في المطبخ طبعا السماعة فيها قرارات مختلفة لكل مشايخ في القرارات فإن شاء الله الماء اللي يعبر من المصورة الأساسية إلى موسي يأتيك في المطبخ ماء مبارك يعني تغسل يدك بماء مبارك تغسل مواعين بماء مبارك حتى الطبخ تطبخ ماء مبارك تشرب كوفي بماء مبارك وضيوفك إذا جوك يعني تتعكلهم أكل مغسول مواعينة بماء مبارك شاعرة معرض الكتاب اللي مايعرف من هي يشوف المكتع بها كل هذا الفضول وتتفضل أرتوك أرتوك يمكن أن تتحدث بعد الأمسية لما تريد ولما تشعر تفضلي دفتور تفضلي الخاتبة هذه القصيدة هذه القصيدة أنا في هل يرضيكم يا أخوان؟ نعم نعم هذه القصيدة خاتبة تعلم هذه القصيدة خاتبة طبعاً كل تكلم عن المحتسبين اللي قالوا يرضيكم يا أخوان وعن الحضور اللي قالوا نعم يرضينا ونسوا إسرار الشاعر العظيم وساحبوا على أم أم القصيدة ليشته يا جماعة الخيرته حرام عليك هذه الشاعرته جايته تقول قصيدته لكم أنتهتو أسمعوا ركزوا هذه القصيدة مهمتو برطار برطار الصبّة مو سندوش فلافل الصبّة الصدقية شخصية برضو بعدين شفيها إذا رشحت صبّة هذا تايم ماجزيم رشحين إحصان وقفت علينا يعني طبعاً نتكلم على الصبّة الصدقية ذي المخططة أحمر مو بالصغار والذي النايم البلاستيكية اللي يعبونها مويمة يتراب لا الصبّة الصدقية اللي كلها شطوب وآثار قشعات محترمة هذه نتكلم عنها مؤخراً بدين نلاحظ نوع جديد هم شافوا عبد الناصر غارم سوا عمل فني من الصبّة قالوا أوه أثرها عمل فني كبر أمها طلعنا صبّة سوبر أكس إل ضد الحوالي الجوية طول جدار والله تفوز والله النساء الفائزات في الانتخابات البلدية ما شاء الله عليهم بالرغم من المثبّطين والمحبّطين ومحاربين نجاح لأنهم فازوا في الانتخابات البلدية والله كفوا صح هو 20 كرسي من أصل 2106 بس 20 أحسن من صفر صح؟ بس لما جيت تشوف الأرقام طلعت بلاوي في مناطق نسب الاقتراع فيها أقل من 7% في الحاسق كانت 6.8% تعرفوا شمعناتها؟ يعني 5158 شخص مصوّت بس والدوار الانتخابيه داعش يعني 470 صوت تقريباً في كل دار انتخابيه وفي 18 كرسي يعني على أقل دار انتخابيه واحدة فيها كرسية الكرسي الأول خذ نص الأصوات الكرسي الثاني يحتاج أقل من 10% عشان يفوز يعني 6-7 أصوات يعني جت واحدة جمعت صاحباتها في جروب واتساب وقالت يلا صوتوا لي يا بنات وفازت صوتوا يا بنات ويبشروا بالعزيمة لا؟ عشان جمينا زي آخر مرة سنابل السلام لا والله وش تعوى وإذا مجلس بلدي والله ما يحدني للدبلوماسي 7 ريال على الفطير ما تغلى عليكم بس الصراحة والله انهم كفوا حتى لو ما يحتاجون يجمعون إلا 6-7 أصوات على أقل جمعوا 6 إلى 7 أشخاص على رأي واحد في ناس يعرفهم 2 على بعض ما يقدروا يتفاهمون ماذا تفعل؟ أخي قال دور ملابس شي وصل للبيت جرب نمشي أجرب أمشي الساعة 1-1 بالليل رايح المال أيوة مرة فكرة بمتازة لا مو قصدي حين نمشي قصدي جرب نمشي إيه أجرب أمشي يعني مو أنت أول واحد يقولي يروح يمشي ما يحتاج تقولي يروح يمشي لو أبغى أمشي مشيت من دون شارك يا أخوي قال نمشي على الجوال ونمشي على الجدار ونمشي على السقف إيش نمشي على الجوال زحمية راهية استهبال بس صدق الباقين وينهم؟ نسب الاقتراع عند النساء أعلى من الرجال في معظم المناطق وين راحوا الرجال؟ الأول شكل شكلوح انتخابية وراء العليا إيه 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 عاش 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 والثاني رايح لي لندن يدعو للإسلام هذا الإسلام هذا الخلاق إحنا مسلمين نخاف الله كافر سوزني أعزب بس صدق الباقين لا أعزب بس صدق الباقين لا 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 تردين الرسائل هاي العوش يسويه بالورق درررم أعزف يزبر والثالث ما أخذ عياله ورايح باريس عشان يصور فيه فيديو كليب يسب فيه باريس جبتكم الباريس والجو والونيس جبتنا لبليس الله يهديك في باريس ويتكلم فيه عن المرجلة بدل شلون يطلعون هو عياله بهذا الشكل ما اسمعوا العالم وش يقولون بين الرجال ترى ما يجوز يبدي إلا الوجه والكفين بس الصدر ترى عورة والبطن عورة والفخذ عورة أنت مثلك مثل المرأة بين النساء أخذ درر المصونة الخيار بين يديك ولكن تذكر الذباب لا يتجمع إلا على الحلوى المكشوفة سليش الزعل وشكشقة اللوح ترى في الأخير مجلس بلدي أقوى قرار بيطلع منه تغيير اسم حديقة الفوطة إلى حديقة الشاموة وبس عموماً مبروك لكل اللي فازوا وكل سنواته طيبين الحيب مو بقيلتلكم ذا الوساخة تشيلون هذي الليلة نشيله طال عمرو والشارع ذا مو بهذا شارع عم عثمان هذا المفروض لا مو بها هذا شارع عم عثمان إلا وذا شارع عم مقبل متوقع؟ هذا المقاول مالي علاقة بشيء بشيوار يا الحرما بتوجبت المعنى جايبت الحريم في الانتخابات لا هذا مجلس لا أسمع هذا حجب المقبل وهذا حجب عثمان مو بشغل يا نا شظة الوساخة ده وحط العلق لهم اللوح هذا شغل البلد جمال بهم لا ما بو شغل يا نا شهر تخنبق علينا دفعتك فلوس انا بعد لا ما بحق دفعتك فلوس انا بعد دفعتك فلوس انا شكرا لكم على المتابعة لا تنسون تستفيدوا من خصم الخاص البرنامج لايكفر باستخدام كود لايكفر في نامشي.com روابط تحميل البرنامج موجودة في الدسكريبشن بوكس تحت حمل البرنامج حطوا الكود واستفيدوا من خصم ونشوفكم في الحلقة الجاهية اصلاة ايوان اصلاة ايوان اكثر واشكرا لكم ماركي ماركي ايوان اوان ام اخب نقول يتفاهم ويصفق ام وظف ساهلة لان يعز الارض اوان اشتركوا في القناة